تقدمت لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية المعنية على جهودها لاحتواء الموقف في منطقة الوراقة بمحافظة البيزة وأكدت لجنة العفو أن جهود الأجهزة الأمنية تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كفاة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد استفاء الإجراءات القانونية معتبرة أن نهج الأمنة أو الأجهزة الأمنية من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني اشتركوا في القناة